أعلن مدير عام شرطة تبيان العميد أبو مشعل الكازمي القبض على شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية اغتيالة تستهدف عدد من المسؤولين في سلطة المحلية بالمحافظة وأوضح العميد الكازمي في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أن اعترافات فراد الشبكة سيتم نشرها في وقت لاحق مؤكدا استمرار جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات محافظة تبيانة كما استعرض الكازمي إنجازات الأجزاء الأمنية خلال الفترة الماضية موضحا أن عدد القضايا الجنائية بلغت 636 غضية والمضبوطة منها أكثر من 500 غضية رحض ضحيتها 150 قتلا خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر